من الأشياء المهمة في موضوع الدعم النفسي وهو الاستجابة لأمر الله عز وجل يا سلام لا شك أن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا سلام فالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأن تتمحور حياة المسلم حول ما أراد الله عز وجل منه وأن يتجنب ما نهى الله عز وجل عنه لا شك أن هذا له أثر كبير ولعل يحضرني في هذا المقام أن أذكر كيف يعني كيف الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الدعم النفسي في غاية الروعة يعني أخذ من سبيل المثال في سورة الضحى حينما أنقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم معاني عظيمة لا شك أنه يعني تألم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لكلام الكفار أن ربه هجره ربه قلاه ربه تركه ربه يعني لم يعد يتواصل أو يعني يتصل يعني لم يعد يهتم لأمره فضاق لذلك صد النبي عليه الصلاة والسلام فتألم وتألم النفسيا يعني بالغا فماذا كان من الله عز وجل أن نزلت هذه الصورة في هذا الظرف انظر يعني وهذا حقيقة دارس لنا في الدعم النفسي يا سلام شكرا